المصالح السعودية تتعرض لضربة جديدة على يد الحوثيين هذه المرة جاءت على شكل اعتراض مسلح لقاطرة سعودية كانت تجر حفاراً كورياً جنوبياً قبال تجزيرة كامران جنوب البحر الأحمر عملية تنسب بالكامل للحوثيين الذين يواجهون حرجاً شديداً لعدم توفر إمكانية لتكرار هجمات نوعية أدعوا سابقاً أنهم قاموا بها في العنق السعودي وسط أنباء ذات مصداقية نسبت تلك الهجمات لأطراف أخرى مرتبطة بإيران اللافت في العملية الأحدث أنها نسفت ترتيبات التهديئة التي أعلنها الحوثيون من جانب واحد في سبتمبر أيلول الماضي وتلقتها الحكومة السعودية بإيجابية وتلتها تحركات ومحادثات سرية بين الجانبين جرى خلالها بحث إمكانية إعلان مناطق لخفز التوتر خصوصاً تلك التي تخضع لمليشيا الحوثي في شمال البلاد تضاربت رواية الحوثيين حول الهدف الذي جرى اعتراضه جنوب البحر الأحمر وتوقيت هذا الاعتراض ففي حين ادعت المليشيا في بادئ الأمر بأن عناصرها المسلح اعترضت فجر الأحد سفينتين حربيتين وناقلات نفطية أفاد المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي بأن زورقين تابعين لمليشيا الحوثي اعترض في العاشرة من مساء الأحد القاطرة السعودية رابق أربعة التي كانت تجر حفاراً كورياً جنوبياً جنوب البحر الأحمر وتصدر محمد علي الحوثي وهو عضو في المكتب السياسي الأعلى ضمن سلطة الأمر الواقع في صنعاء الواجهة في التعاطي مع الحادث مبدياً في تغريدات له إعجابه بما قامت به العناصر المسلحة الحوثية لكنه سرعان ما أبدى استعداداً للنظر في هوية السفينة المحتجزة وإطلاق سراحها إذا تبين أنها تابعة لكوريا الجنوبية وينظر المراقبون لعملية احتجاز سفينة سعودية في جنوب البحر الأحمر بأنها العملية الأحدث الموجهة ضد المصالح السعودية باسم الحوثيين بعد الهجوم على منشآت أرامكو في ابقيق وخريص منتصف شهر سبتمبر أيلول الماضي والتي توجه السعودية بشأنها أصابع الاتهام لإيران وتحملها مسؤولية الهجوم على أهم منشآتها النفطية شرق المملكة وتأتي عملية احتجاز السفينة السعودية بسياق مشهد إقليمي ملتهب تواجه فيه إيران وتوابعها في كل من العراق ولبنان ثورة عنيفة تتهم من وصفتهم الأعداء بالوقوف وراءها على نحو يبعث على الاعتقاد بأن تكون عملية الاحتجاز هذه واحدة من فصول المواجهة الإقليمية بين السعودية وإيران على الساحة اليمنية اشتركوا في القناة